هل ترغب في نقل الواتساب إلى هاتف جديد؟ سواء كنت تنتقل بين أندروي للآيفون أو العكس فإن نقل بياناتك قد يبدو مهمة معقدة لكن في هذا الفيديو سوضح لك الخطوات البسيطة لنقل سجل محادثاتك وملفاتك بأمان وسهولة بين الأجهزة حتى لا تفقد أي شيء من ذكرياتك أهلا وسهلا بكم من جديد أول شيء صديقي تتوجه إلى هذا الموقع سوف تجدون رابطه بالوصف أسفل هذا الفيديو من خلاله يمكنك تحميل أداة درويت كيت عن طريق النقلة للتجربة المجانية ثم تقوم بتحميله وتصطيبه على الحاسوب الخاص بك بالطريقة المعتادة فعند تثبيت على حاسوبك سوف تجدوه على هذا الشكلة أيقوناته تقوم بالنقر عليه نقرتين ثم سوف يفتح لك البرنامج على هذا الشكل يمكنك صديقي تحويل لغة البرنامج للغة العربية فهو يدعم جميع اللغات كما تلاحظون هنا يمكنك صديقي أن تقوم بنقل الواتساب الخاص بك من الأندرويد إلى الآيفون أو العكس الخطوة الموالية تقوم بربط الهاتفين معا مع الحاسوب وتفتح البرنامج به العديد من الأدوات الأخرى كفتح قفل شاشة الهاتف وأدات استعادة البيانات سواء من واتساب أو من الهاتف وكذلك إصلاح مشاكل النظام إذا كان هاتفك به مشكل سوفتوير كذلك أدات إعادة تثبيت النظام أو تحديثه أيضا ستجد أدات تنظيف وتسريع الهاتف وهنا سنجد خيار نقل البيانات وفي الأعلى سنجد أدات استخراج البيانات من الإجهزة المعطلة وأخيرا أدات تجاوز قفل FRP في حالة قمت بفرمطة هاتفك ونسيتك كلمة السر لحسابك الجيميل الآن أصدقائي دعونا نتوجه إلى أداتنا لهذا اليوم ألا وهي نقل البيانات نتوجه إلى نقل الواتساب من هاتف لهاتف سواء من آيفون للأندرويد أو العكس ثم تتوجه إلى الخيار الأوسط الواتساب إلى الجهاز وتنقر على نقل الآن وتأكد أنك رابط الهاتفين معا مع الحاسوب في حالتي سأقوم بنقل الواتساب الموجود في هاتف آيفون على اليمين إلى هاتف السامسونج على اليسار ومن ثم أنقر على نقل الآن هنا يخبروني البرنامج بأخذ نسخة احتياطية للواتساب ومن ثم يطلب مني إضافة قفل شاشة هاتف الآيفون لتأكد بأنني صاحب الهاتف من مبدأ الأمان وهنا يضر لي رسالة الرجاء الانتظار ننتظر ريت ما يعطيني هذه الخطوة الموالية يطلب مني التوجه إلى واتساب الموجود في هاتف الأندرويد والنقر على زر المتابع أيضا سيظهر لك هذه الخطوة تقوم بإضافة هذا الكود على هاتف الأندرويد كما تشاهده من ثم تنقر على الاحتفاظ بنسخة احتياطية من البيانات فقط اتبع إرشادات البرنامج وطبقها كما هي على الهاتف الذي ترسل إليه الواتساب الخاص بك وعند الانتهاء ستجد العملية تتم بشكل سريع جدا كما تلاحظ وصل البرنامج إلى 80% هنا يطلب مني إضافة هذا الكود من 1 إلى 4 وهذه المرة ستنقر على استعادة للمحادثات حتى تنتقل من الايفون للاندرويد بشكل كلي البرنامج الصديقي وصل إلى 95% ومتشوق للنتيجة كما تلاحظ انتهى البرنامج ويقول لي ورجى التحقق مما إذا كان نقل البيانات الواتساب ناجحا أم لا وإذا فشلت العملية قم بإعادة المحاولة أنا الآن سأتأكد من نجاح البرنامج من فشله أتوجه للواتساب على الاندرويد وكما تلاحظ كل المحادثات الموجودة في هاتف الايفون انتقلت كما هي إلى هاتف الاندرويد من أول رسالة إلى آخر رسالة وكل المحادثات موجودة ولا محادثة ناقصة فلن البرنامج أصدقائك قام بعمل ممتاز وسريع وسهل علي المأمورية أو لنقل ليس هناك طريقة نقل الواتساب ناجحة 100% أفضل من هذه عن طريق هذا البرنامج درويد كيت تمت العملية بنجاح وطبعا الواتساب على هاتف الايفون لم يعد موجود حيث انتقل إلى جهاز الاندرويد وبهذا وصلنا أصدقائي لنهاية هذه الحلقة أتمنى أن تكون هناك إجابكم رابط تحميل البرنامج سوف تجدونا بالوصف أسفل هذا الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته